هنضح مع حضراتكم للدوريات الإنجليزية والأسبانية والإيطالية علشان نتابع معاكم آخر المستجدات وكمان إيه هي المواجهات القادمة في الدوري الإنجليزي ونبدأ معاكم باللقاء اللي هيكون بكرة إن شاء الله يوم السبت ما بين وولفر هامتون وأرسنل هيكون الساعة 2 بتوقيت القاهرة ده بنسبة للمباريات طيب تعالوا نروح نشوف اللقاءات اللي تظهروا ده من حضراتكم على الشاشة حليم ده مولت لحضراتكم تاني يوم السبت وولفر هامتون هيلاقي نادي أرسنل الساعة 2 يوم الحد إن شاء الله توتنهام أمام كريستل بالس الساعة 2 فولهم أمام ليفر بول الساعة 4 وربعة وأخيرا أفرتون أمام تشيلسي الساعة 6 ونص هنروح للترتيب الخاص بالدوري الإنجليزي ونبدأ معكم بمانشستر سيتي المتصدر بـ 74 نقطة يلي نادي ليفر بول 73 نقطة والمركز الثالث فريد توتنهام أوتو سبيرز في المركز الثالث بـ 61 نقطة وأرسنل في المركز الرابع بـ 60 نقطة وأخيرا منشستر ينايتد بـ 58 نقطة نروح للدوري لسا مكملين معكم في ترتيب الهدفين الخاص بها دوري الإنجليزي وسورجو جويرو على الصدارة بـ 18 هدف يلي محمد صلاح وأوبم يانج وهاري كيم الثلاثة عندهم 17 هدف أما سادي وماني حاليا بعد التقلق لللاعب في الفترة الأخيرة وإحرازه للأهداف 16 هدف وأخيرا رحيم السيرلينج اللي عنده 15 هدف نروح للدوري الأسباني علشان نتابع مع حضراتكم جدول الترتيب الخاص بالدوري الأسباني وهنبدأ معاكم من برشلونة صاحب المركز الأول بـ 63 نقطة أما أتلاتكم مدريد في المركز الثاني بـ 56 نقطة وريال مدريد في المركز الثالث بـ 51 نقطة وختافي في المركز الرابع بـ 45 نقطة وأخيرا ديبروتيفو علافش في المركز الخامس بـ 41 نقطة أهم المواجهات القادمة في الدوري الأسباني وهنبدأ معاكم من بكرة إن شاء الله السبت ريال مدريد أمام نادي سلطة فيجو الساعة 5 وربع في أول مباراة لزيدان بعد العودة من جديد أتلاتك بلباو وأتلاتكم مدريد الساعة 7 ونص يوم الحد إن شاء الله هيكون فيه لقاء إسبانيول وإشبلية الساعة 7 ونص أيضا وأخيرا ريال بتيس وبشلونة الساعة 10 إلى ربع بتوقيت القاهرة تعالوا نروح لهدافية الدوري الأسباني علشان نشوف ميسي أخباره إيه ميسي موجود في الصدارة بـ 26 هدف يليل ويسواريز 17 هدف وكريستيان ستواني في المركز الثالث بـ 16 هدف ووسام بن يدر في المركز الرابع بـ 15 هدف وكريم بن زيمة 13 هدف يتساوى معه جيمي ماتا 13 هدف لاعب نادي ختاف نروح للدوري الإيطالي والترتيب الخاص بالدوري الإيطالي اللي فيه قمة مرتقبة يوم الحد إن شاء الله ما بين الإنتر والإسيميل ييفانتوس في المركز الأول 75 نقطة خلاص حسم البطولة من وجهة ناظري ونابولي في المركز الثاني 57 نقطة وإسيميلان 51 نقطة وإنتر ميلا في المركز الرابع بـ 50 نقطة وروما في المركز الخامس بـ 47 نقطة أبرز المواجهات القادمة في الدوري الأسباني يوم السبت بكرة إن شاء الله سبال أمام روما الساعة السبعة طبعا الإيطالي أبرز مواجهات الدوري الإيطالي عفوا ويوم الحد هو النصيبة الأكبر من المواجهات جنوة أمام اليوفانتوس في الساعة واحدة ونص نابولي أمام أودونيزي في الساعة سبعة وميلان أمام الإنتر في ديربي ملعب ديوتسيب ديمياتسا معقل نادي إنتر ومعقل نادي ميلا في مواجهة قوية جدا ما بين الفريقين يترى مين اللي يفوز ويتكون الساعة تسعة بتوقيت القاهرة نروح لجدول الترتيب أو جدول هدافي عفوا الدوري الإيطالي ونبدأ مع حضركم بكواليريلا اللي بيتصدر وبيتخطى رونالدو لعب نادي سامب دوريا بعشرين هدف طبعا كريستوف بياتيك بيتساوى مع رونالدو بتسعتاشر هدف وزاباتا سبعتاشر هدف وميلتش عنده أربعتاشر هدف وإيموبيلي عنده تلاتاشر هدف خلصنا مع حضراتكم كده أبرز المواجهات المرتقبة ما بين الفرق الإيطالية والأسبانية وأيضا الإنجليزية علشان نروح مع حضراتكم إلى آخر الأخبار اللي موجودة معنا ونتابع ما هو جديد أكيد فيه كلام كتير جدا جدا هنحاول أن احنا نقول لحضراتكم أهم الأخبار اللي موجودة قبل ما نروح أيضا لفقر الفيديوهات العالمية اللي حضراتكم دايما متعودين عليها معنا هنا هنبدأ معاكم بالأخبار ونبدأ معاكم بخبر رونالدو يواجه خطر الإيطال